هلا والله لعبة حرامي سيارات خمسة أو جي تي اي فايف أو غران ثفت اوتو فايف تعتبر واحدة من أنجح الألعاب في التاريخ لأن اللعبة تفتح لك المجال في نكسو تقريبا كل شي فيها هذا طبعا غير القصة والأشياء الرهيبة اللي فيها لكن طبعا فيه أشياء ما تجعل تسويها فيها أو اللعبة ما تخليك تسويها ومن هنا تجي فكرة المودات بكل بساطة المود عبارة عن حاجة تغيرها في نظام اللعبة أو خلنا نقول ملفات اللعبة الأصلية وتضيف عليها أشياء جديدة ببعض أن تغير شكل اللعب أو تغير أشياء في المراحل أو تضيف قدرات ما كانت موجودة يعني تلعب في ملفات اللعبة وتخليها زي ما تبغى وهنا بحلقاتنا هذه راح تتكلم عن أرهب سبع مودات مرت علينا في لعبة جرام تيفت اوتو فايف أول مود معانا من دراجن بول معروف دراجن بول ما يحتاج الأنيمي الرهيب الكلين يعرفه هل قد فكرتوا شو بيصير لو قوكوا تحول إلى شرير وقام يذبح ويدمر أي شخص قدامه وكيف العالم بيكون ضئيل قدام قوته المودر جوليو ناي بي يعطيكم هذا الشعور مع هذا المود العظيم للعبة هذا المود بيخليك تلعب في شخصية جوكو أكثر خصية سلسلة دراجن بول محبوبة ومعروفة وتحلق في مدينة لوس سانتوس وتطلق العنان بضرباته المشهورة طبعا بدل عجلة الأسلحة الموجودة في اللعبة الأساسية عندك عجلة مختلفة فيها ضرباته المشهورة مثل سبيرت بامب ودقة شحن الكابيها ميها بعين تطلقها مو مس كده ويمديك أيضا تتحول إلى تحولاته المشهورة مثل سوبر سين وسبر سين وان وثو وثري كلهم حتى فور وحتى السيلفر كل السين زل موجدين موجدين هنا حتى الأكيام وشي المضحك في هذا كله مهما يصير من تفجيرات ولا تغطصي البحر ولا تقطير بسرعة شعر جوكو ما تنطبق على قليل طبيعة بيكون واقف طول وقته ثاني مود معانا مود مارفل أو خلنتكلم عن الأفينجرز مود الأفينجرز في لعبة جي تي اي فاي كلنا نحن نصير أبطال خارقين وتكون عندنا قدرات سهل علينا وحياتنا اليومية لكن هذا مجرد أحلام الحلم هنا أن المود مارفل أفينجرز في جي تي اي فاي أن هذا المود يخليك تطير بآيرن مان وتسمع صوت الكمبيوتر حقه جارفز وكل ضربات الرهيبة اللي شفناها في فيلم انفينيتي وور موجودة طبعا في أيضا كابتن أمريكا موجود عنده قدراتها خاصة مثل أنه يركض بسرعة ويرمي الدر حقه ويرجعله إذا صقع أحدهم وما دم نتكلم عن أشياء ترميها وترجع لك ثور مطرقة أيضا موجودة وإذن ترميها تستدعيها زي نظام قود دوف وور بالفأس أخيرا ما يصير مود أفينجرز في انفينيتي وور دون تواجد ثانوس الأسطورة حركات المعروف في فورتنايت راح تحصونا كلها هنا وغير كده شكلها هيبة وحجمها ضخم يخلي أشكال الشخصية العادية مثل الحشرات بالنسبة له ثالث مود معانا هو مودة تسونامي أو الفيضان أو اللي ما يجيك موية كثير في مدينة يغرقها وإذا ودك تعرف إيش أحساس الناس اللي يغرقون في تسونامي فجرب مود تسونامي للعبة اللي بيخليك تتحكم كمية الموية على البحور أو البحار وتتلاعب في الأجواء حتى تكون تسونامي بأمواج ضخمة تبتلع مدينة لوس سانتوتس كلها ووقتها بعدين خليك قاربة وغواصة ورح تكشف المدينة من جديد ولكن تحكي على سوكال مدينة اللي يحاولون يحاشون ولا يقدرون ويغرقون قدامك إذا كنت شرير طبعا الرابع مود معانا هي مود سوبر هات لعبة سوبر هات نزلت على الأجهزة فكرتها أنك أنت عبارة عن شخص منظور أول معك مسدس لونه في أحمر أو أسلحوة هنا أحمر والعالم كل لونه أبيض الوقت في لا تتحرك ألا عندما أن تتحرك قطلق طلقة وتمشي الطلقة هالا تمشي تروح للعديم وإذا وقفت محلك الطلقة هالا توقف طبعا هتا العبث ما الفكرة إن كلما تتحرك في لعبة سوبرهات تتحرك للمكان معك هنا نفس الشي العالم حق جي تي اي ما رح يتحرك إلا إذا أنت مشيت بالشخصية تطلق سلاح امشي الرصاصة تنطلق وقف توقف الرصاصة وكذا نفس لعبة سوبرهات خامس موت معنا هم وات جنون البشر من اسما هذه تخيل إنه يعني أنت أنت كلاعب في لعبة جي جران ثيفت أوتو فايف عندك القدرة إنك تسوي كل شي مجنون تذبح ناس تجيب أسلحة تفجر ناس تفجر مركبات تخرب عليهم تسوك سيارات لكن تخيل لو إنك موجود في مدينة كل اللي فيها يسوون مثلك عليك أنت إيش بصير ويسوون مثلك على نفسهم بتصير فوضى فبتشوف ناس يسرقوا الناس ناس تلقوا الناس بتصير فوضى عارمة يعني بتصير كارثة قدامك تصير مئة شخص من الشخصيات الموجودة في المدينة بتقعد ذبح بعضها قدامك وما في أي نظام يكون موجود يحميهم سادس مود معنا مود حرامي السيارات RPG إذا كان مود إكتار بقرانتفت أوتوفاي بطابع مختلف فجرب مود اللعب الار بي جي اللي يخليك في البداية تختار وش وضعك طييب ولا شرير ومن هنا بيخليك تختار من بين ثلاث فئات مختلفة كل واحد يتميز بخصائص معينة غير كذا بيكون عندك عداد طاقة وعداد درع وشجرة وقدرات وخرابيط الار بي جي اللي ما تعودين عليها المودات اللي زي كذا متعوب عليها جدا وتعطيك محتوى كبير يشغلك لساعات كثيرة يغيير لك طريقة اللعب كليا وآخر مود معنا من مود اسمه Watch Dogs ومن اسم اللعبة المشهورة حق تيبي صفت Watch Dogs بكل اختصالة بتوش دوكس تلعب شخصيات تهكر لك الأشياء اللي قدامك تهكر لك الإشارة بحيث أن تصير خضرة حمرة صفرة وتهكر لك الأسلحة تهكر لك كل شي فهنا نفس الفكرة بتقدر تهكر أشياء موجودة في اللعبة تقدر تهكر سيارات وتسرحهم تقدر تلعب شارة مرزة ما قلت لكم تقدر تطلع السياج من تحت الأرض وتشوف الناس تصنمها يعني كأنك قاعد تلعب Watch Dogs في عالم Grand Theft Auto 5 وهذا شي جدا ممتاز ورهيب وهذه كانت موداتنا للعبة Grand Theft Auto 5 أو حرامي السيارات خمسة إذا أنتم تلعبون اللعبة وش أفضل مودات لكم اكتبوها تحت بالكومنت وإذا بغيتوا حلقة ثانية لهذا الشي نجيب لكم مودات ثانية لأن نصدقوني في كثير مودات عشان كذا ما حطينا توب 10 ولا توب 5 خليناها مودات مشكلة عشان نوريكم التنوع الموجود فيها فكام معاكم بات الشيحة ويعطيكم العافية ومع السلام